كيف نكتسب الثقة بالنفس أول خطوة الاستعانة بالله قال النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه وسلم وتسليمة في صاح مسلم استعن بالله ولا تعجز خلي عندك استعانة بربنا في كل حاجة وقت التعب الشدة الضيق الهم جالك هم ما تقولش يا رب أنا عندي هم كبير لا 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 قول يا هم أنا عندي رب كبير علشان كده استعنتك بالله دايما بتخلي عندك ثقة بص كده على حدثة بتحصل قدام عينيك بص على موقف صعب انت تحطيت فيه بص على واحد صديقك وقع في راح المستشفى بص على حد فقير ونفسيته تعبانة ولا الدخل بتاعه قليل أو عنده مشاكل لو عنده ثقة في ربنا ومستعين بالله تلاقيه متطمن كم واحد من نظر مريض في المستشفى وراح يصبره طلع هو اللي تصبر طلع المريض هو اللي ادي له ثقة بنفسه واللي قال له ده أنا مستحمل وانت فانت بتتفاجئ آه ثقتك في ربنا استعنتك بالله سبحانه وتعالى بص كلام النبي صلى الله عليه وسلم يعني بمي الدهب بقى بسبايك دهب استعن بالله ولا تعجز لان دايما اللي عنده ضعف ثقة تلاقيه مقصور موط كده منحني نازل تحت اكتافه مهدلة منه ايده بترعش رجليه مش وقفة بقوة اللي عنده ثقة بالله وعنده ثقة بنفسه وبيستعن بالله تلاقيه واقف كده عنده استعانة عنده قوة قوة دي مش من اي حد دي قوة من عنده ربنا سبحانه وتعالى علشان كده قوة الثقة بالنفس حتجيلك في اول خطوة انت استعن بالله طب انا ليه بدأت بديه عارف ليه بدأت بيها لان كل اللي احنا بنستعمله مع بعض عشان يبقى ثقاتنا بنفسنا قوية كلها ادوات كلها اجتهدات كلها نظريات كلها قواعد وقوانين بس من صنع البشر من صنعنا في بعض عالم ومفكر وطبيب ودكتور وستاذ ومهندس كلنا في بعض بنحاول نوصل اما لما ناخد اول سبب هو تعلق بالله بالقدير بالقهار بالمهيمن بالقوي بالعزيز اه تلاقي المعدة العلي قوي الموضوع اختلف جدا فعشان كده اول خطوة انت استعن بالله وانت عندك ثقة كاملة في ربنا انه هيرزقك للثقة بنفسك وهتوصل للي انت بتتمناه جدا الخطوة التانية لو سمحت ولو سمحتي احتكبوا المجتمع الاحتكاك الفعلي في الحياة انه ننزل الواقع مينفعش تانيني قاعد في مكان واعملوا انا عندي افكانيات انا عندي مهارات انا صوت حلو طب يلا سمعنا لا مش دلوقتي في مرة تانية انا خط جميل طب اكتب حاجة طب مش وقتها في يوم تاني طب انا بارسم حلو قوي طب ارسم ولك لأ بكرة الصبح عشان كده الفرق بين الواسق في نفسه والمغرور حكتين ان المغرور لا يحتكب المجتمع نعم قولك انا عندي انا قوي انا عندي انا عندي انا امكانياتي انا قدراتي انا مهاراتي اعمال يتكلم بما لا يملك يبقى لا يحتكب الواقع ويتحدث بما لا يملك اما اللي عنده ثقة بنفسه بيحتكب الواقع والمجتمع ويه كمان ويتحدث فيما يفعل انا خط حلو اهو انا رسمتي جميلة اهي انا عملت فكرة جميلة اهي المشروع ده نجح انا اللي عملته الفكرة دي جميلة بتاعتي انا نجحت في كذا انا في الشركة بتاعتها وفي الشغل بتاعي خدت ترقية انا في هدفي وصلت له يا ايه الجمال ده اذا نحتكب فعليا علشان توصل للواقع اللي احنا بنتكلم فيه فنغير فيه بدليل كلمة الثقة بالنفس تحس ان انت بتعمل كده يعني كانك بتقول انا مجمع هدفي حياتي طموحي هنا وانا ماسكه كويس وعندي قوة في العضل ده يعني عندي ثقة بالنفسي انا قوي انا عندي يقول لك ايه الاخبار له تمام تمام بصوا الحركة دي بطل لغة جسد جميلة جدا اذا قوة عزيمة حتى لما تشوف لعيب جامد ولا في ماطس يقول لك خليكوا جامدين ايه عمل مش عارف ايه يا جماعة بصوا الحركة دي خليك جوه المجتمع قوي خليك واثق في نفسك وانت جوه الناس ليه لان في قاعدة بتقول جميلة جدا بتقول لما الناس تنتقدك او تحبطك وانت لسه عندك ثقة بنفسك في اللحظة دي اعرف ان انت خفيت ان انت شفيت ان انت بقيت فعلا عندك ثقة بنفسك فالخطوة الاولى استعن بالله يلا نحفظ مع بعض ونكتب رقم اتنين احتك فعليا في المجتمع رقم ثلاثة استعن بصحبة انت واثق فيها صحبة بتشجع النبي صلى الله عليه وسلم بيقول المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخال يعني على اخلاق صحبه كام صاحب كان سبب ان ثقتك بنفسك ضعفت كام واحدة صحبتك كانت السبب ان انت خسرت حاجة كبيرة كنت دخلة فيها بقى انت هتقدر تعمليها ايه بقابليني بقى كان غير كاشتر ده فلانا اللي عندها ما عارفتش الصحبة كلمة سر الحياة الصاحب اللي يشوف حد قوي صاحب واثق صاحب مشجع داعم ليه امسك فيه كويس امشي كده على تاريخ الانبياء امشي على تاريخ الصحابة تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة تلاقي سيدنا عيسى والحواريين تلاقي سيدنا موسى و سيدنا هارون معاه ليه لانه صحبة صحبة بتعين صحبة بتشجع صحبة بتزق فرقم ثلاثة الصاحب و عايز اقول حاجة بين قصيرين و سامحوني فيها الصحابنا اللي معانا على طول دول هم مش مسكين علينا زلة هم مش كسريني عينينا بحاجة علشان يكون دايما طول الوقت محبط و بيكسرني و بيحبطني و انا سيبني صاحبه و انا موافع على حاجة اجا اقول له على فكرة يحبطني و عادي اجا اقول له على موضوع كبير يقول لي بقابلني فأسيبه او اجا فاك ادخل في مشروع هينجح يقول لي منتش هتنجح اسيبه كم مرة صاحبك وقعك و كم مرة صاحبك قصرك اذا استعن بصحبة قوية صحبة تشجع و تعين علشان يكونوا ليك نعمة المعين الخطوة الرابعة استثمر وقتك و حاول تقرب تنوع فكرة القراءة في النهج واحد او في اتجاه واحد بتضعف قوي بتقلل قوي احنا عايزين نقرى بتنوع يعني ايه اقرف كذا و اقرف كذا و اقرف كذا استثمر وقتك كل وقت بتستثمره بيجيب لك معلومة اضافية كل وقت بتستثمره في قراية او في عمل مفيد بيجيب لك مهارة بيخليك تكتسب خبرة هديكم مثال بنقعد على الفيسبوك كم مرة في اليوم ايه كم مرة دي انت قديم قوي كم ساعة في اليوم خمسة ستة سبعة اتناشر طيب ايه رايقوا نحدد وقت للفيسبوك انا اخر ايه في اليوم وعلى الفيسبوك ساعة مثلا ايه ده ساعة طب خليها تلاتة مش كتير ده خليها تلاتة طيب هنفترض ايا كانوا تفر الرقم اللي انت بتقعده على الفيسبوك خمس ست سبعة ثمان ساعات متفقين ممكن تاخد منهم ساعة تستغنى بيه على الفيس وتقرأ تستغنى عن الفيس الساعة دي وتقرأ في كتب معينة بتنوع وشوف الفرق والاضافة اللي هتجيلك هتبقى عاملة ازاي الخطوة رقم خمسة لو سمحتوا فاكرين القصة اللي قلتلك او الاهانة اللي قلتلك انت فاكرها او مواقف مزعلك ممكن نقفل صفحة الماضي اللي انا مش فاكر منه الا كل حاجة وحشة وانسيت الحاجات الحلوة كلنا عندنا حاجات حلوة وكلنا ربنا ادينا نعم كتير بس ان انا ركز على السيء او على الفشل او على الضعف او على الانكسار او على الاحباط هيخليني طول عمر كده انا جوه الدائرة دي فشل واحباط فشل واحباط لأ انا عايزك تقفل الصفحة عشان تبدأ من دلوقتي عارف ليه لان انا النهاردة مبارح كان عندي موقف مش عارف ايه فانا لسه عايش في مبارح فطب انا النهاردة ما قفلتش الصفحة دي وعمل عايش في احباط وفشل طب ما هو بكرة هيجي وانا ضيعت النهاردة لانه بقى ماضي قليم وبعدين بكرة جه يوم السابت جه بقى الجمعة ماضي قليم فانا مش هتنين طول عمري بامشي في الوقت وكل وقت بيعد علي ماضي قليم موقع مش هينفع فاغلق صفحة الماضي